السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سعداء ايها الاحباب الكرام بهذا اللقاء المباشر ويسعدنا استقبال مكالماتكم كلنا اذان صاغية وقلوب وعية مرحبا بالجميع نبدأ باول مكالمة من طنجة معنا للا فدوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنتي للا فدوى السلام عليكم مرحبا اهلا وسهلا كديرا شيخ لما سألك عزيزة لنا عملك وريبا اذا عديكم درافة لنا والله العدي ملك شحل الحاجة تعلمناها من عندكم ودركة في دولا قيادكم بخير الله يخليكم صحيح تكم والله مبروك ما ما تجد عندك الله يخلي لك ولداتك والله يكبروا في عزك عميك وريبا بارك الله فيك بارك الله فيك الشريفة عميك وريبا انا السيدة مكفوفة ما كان شوفش لا يلهي لله انا والاقت ديالي ما كان شوفوش بجوج بنا الله يشافيك الحمد لله وانا مريت بسرطان عندي مرت سرطان لا اله الا الله دعي معي الشيخ والوالدة ديالي توفت وانا درت معك شحال المرات اي عقصات الفدوى توفت الوالدة ديالي بسبب واحد اختي كان درت كسيدة ودك شيء ودبا عندي جوج امرض مجلنا عميك وريبا ولا الا ما كان شبرش باش نداوة ودبا الدولة ديالنا بغينا غير يعملون شي حاجة مستقرة يعني مستقروا كانت شهادة بعفية حيدوها عملوا رامض كنا فرحنا كان خدموه برامض يعني بزبط الحاجات كان خدموها برامض واخر راسارتان كي يدي المصاريف يعني مصاريف كبيرة نعم الناس اللي اللي عنده مسارتان عارفين على من كان هدار نعم اضعت الوالدة راه الوالد ما عنده لا حد لا يعني واحد الوالد كبير بززاف اي فعلا واختر مي في هليرمي تيران ما كيش بعش هاد المرط هاد رابحي الوالد نعم وانطالبور بفجاء لنا دبا حيدو لنا حيدو لرامض وحيدو ليلامو احتال لموتي يحيدو لديك اا مؤشر عندي طالع اا عندي مؤشر طالع انا كان عندي واحد فورسي دي الخمسين درامد مع واحد الشركة ديال اتصال يعني خلصولي واحد تسيد ماشي ماشي تاي يعني يعني ماشي انا اللي كان خلصو اي اي احسولي انا مع واحد انا مع واحد مع اخو يا زاود انا مع اخو يا زاود ايال الله ايال الله فدوى احنا مع المكفوفين مع زاود وكل ديك كان نادرو ونقرأوا قرآن ونعملوا الدعاء ذاك شلي كان ديرو ونقرأوا ششي حزلية زعمال نادم كي يودوز النهار في واحد الحاجة الحمد لله مزيل ماشي غايب قنهار كامل ونتا في الدار ما كتدويتا مع احد ما كتداتا مع احد داروري غايجيك لقنط احنا في الدار شغن ديرو وداروري ما غان هادروا مع الناس يحسوا بنا يعني كن هادروا مع الناس حنى مع المكفوفين ديالنا حنى يعني ماشي ودبا اوما قالوا لي او دينتي ماشي مجيئة المعويزة حت عندك لابو المو وعليش احنا ما من حق ناشن هادروا ما من حق ناشن انت احنا ناخدو واحد الفراء واحد الوقت من الوقت ديالنا يعني ونحكوش القرآن لا اله الا الله الله لا حول ولا قوة اللي بلا في الدواء والله عمي كورا ايضا ما عندي اشتابة شن دواده بكن طبع دوادي القواط غاليب ازاف ودوادي السرطان انترك عارف علامل كانت في سرطان رأى واحد الواد البحار يعني البحار سرطان اخسو تكاليف كبيرة اخسو يكون عندك على الاقل ثلاثة بنا اربعة بالناس يخدمو عليك غير على الدواء وعلى وعلى تحاليلات دوا حاليان والله عندي سكانير وعندي ربعاتي للتحاليلات والله مجبرت بس نحمله لا اله الا الله ده بحيدوا لراميك حيدوا لهذا حيدوا للابو قالك ودي عندك المؤشر طالع مالو ما الدولة ديانا باكي خربونا فحيث يزيدوا بين القدام هم كي خربونا كي خربونا كي خربو البوي ديانا لا حول ولا قوة إلا بالله واخب بنتي فدواء نحاول نحتفظ بالرقم ديالك اخي سامي في الاخراج وفي استقبل المكالمات وان شاء الله نتمنى انك النداء ديالك غديري في القناة ديال الاستجاوات النداء ديال المكفوفين لعل وعسى ربي يفتح لك الشباب من ابو ابتسير يعني الكلام ديالاختنا فدواء هذا يعتبر صرخة صرخة انسان يتألم من واقع اللي هو نتمنى ان يتغير الى الاحسن فعلا القطاع ديال الصحة في بلادنا ينضف الى قطاع التعليم لخص وحد الرؤية واسعة وكبيرة وواضحة وخص وحد الارادة وعزيمة وخص وحد التكتيكات اللي هي بسيطة ولكنها عميقة في النفس كثيرا ما كان قوي عدد الناس يقول لك انا في النظام السابق كان عدنا نظام ديالراميد كان عدنا ورقة واحدة بطاقة واحدة كانت قادية الغرض انسان عنده سرطان خصوصا اخت فدواء اشارت الى مرض السرطان وقد ذكره هو واد فعلا هو واد لان الادوية ديالمرض السرطان رها مكلفة رها بملايين وذلك الانسان هو ما لاقشتها لقمة العيش وخص يتنقل من مكان من مكان خصو لثمان ديال المواصلات وملك يتنقل من البادية والقرية للمدينة خصو لثمان ديال المبيت وعاد ثمان ديال الدواء يعني كيبقى لا قدرة له اشغال يدير كيبقى جارس كيتسننا كنعرف وحد عدد ديالناس كيتسننا وحتى مو الامانة يحكم في الامانة ديالو من قبل كان كانت فعلا الرميد ورقة واحدة كان الانسان كيدفعها وهمك يقضيو الغرض دابا الان هذا النظام دياللمو ربما في البدايات ديالو بقي متعتر العدد ديالناس المستفدين من الرميد كيقول لك ما شطبو عرنا علاش لان المؤشر طالع وكتلقاش هي اسباب تافيها كنعرف واحد سيد عنده دراجة نارية هي اللي كيملكها عنده واحد المطور كيتنقل من المكان وكتبوليه في الحاسوب المؤشر عنده طالع يمتلكوا واحد دراجة نارية وفعلا استاء ومشا يحتاج ولكن قلوا لي احنا ما عدنا من ديرو لك احنا لا انا غير موضع بحالي بحالك رادا حاسوب هو اللي كيحكم وكيف قال دابا الان فدوى انه عنده ابو نمو عنده اشتراك ديال خط هاتفي بخمسين درهم في الشهر يعني هذا علامة من علامات ثرى وللأسف احنا كنتمنى ان شاء الله تعالى كنتمسوا العذر نقولوا ربما هاد سياسة بقى في مراحلها الاولى وربما غدا او بعد غدين ستتطور وسوف تتبلور وسوف تكون في صالح الفئات المعوزة ولكن لا اله الا الله نطلبوا الله سبحانه وتعالى يوقع الاصلح لان امير المؤمنين صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه غايته داخل الوطن ان يكون الاصلح وان تكون هناك الخدمة الاجتماعية وان يكون المواطن يشعر بالامان ويستفيد من نظام التعليم ويستفيد من نظام الصحة ويستفيد من كل الخدمات والامتيازات ديال الوطن ويشعر بالوطنية دياله لكن لما نسمع ناس يشتكون هكذا في خطاعات مختلفة كان تلبوا الله سبحانه وتعالى يدخل برحمته وعفوه وكرمه للاقلع طبعا هذه نظرة مشكلة سودوية كي نظرة اخرى ايجابية كي ناس خرين في خطاعات اخرى عندهم الخير موجود وعندهم الخير متضفق والمال موجود والرفاهية كي ناس كان عرفهم عندهم ازمة الرفاهية داخل الوطن عندهم الرفاهية الشديدة وعندهم الخير الكثير ويكفي ان نقول بان لو قدم هؤلاء لهؤلاء يعني يد المساعدة لاستوتي الامور نسأل الله تعالى ان نوفق العباد للعمل الصالح اللهم امين يا ربي كريم نتحول الى ابن مسكين معنا للا فاطمة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا وسهلا استاذي الحاجة طيب لبسا ليك حافظك الله ورعاك ابنتي فاطمة ماك اخي فاطمة بن مسكين طيين مكفوف في القاند للشجرة في امل مكفوفين ما شاء الله ما شاء الله الله يشافي الاخت في الوالده قبل مني كما قلت سأل الاخت شدو هاد القادية هادى دي دي لا راميد بد حيثنا راميد في حق طازع ما احنا ضعنا بزاس لانا قاعد دي الحق انا عد دي الحق في التعطية الصحية داخل ما الوالد دي للتعطية الصحية ولكن مني كان وقف عليها كان مرض ولكن شل عن طبع والاشحاجة كان القراسي مرفوضة لا اله الا الله لا تشي سبب كان القراسي لاني مرفوضة مني كي يعيال ولي كي يجري وكي هادى كي يجري لها تشي دا مرفوضة هادى من الفي نصبع لا حول ولا قوة الا بلا والتي اخسي فاطمة اش عندك اش عندك بممتلكات اخسر من جيبه وخال والد راه مريض وما عنده شكوة بيش عاد يخلص عليها لا لا فاطمة انت اخدام اختي اخدام شوية عندك شعامان لا 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 انا اخدام اخي انا مكفوفة ومن العالم قراوك انا في ثمن اسميه نقول والي الدليل الايمان مفجيد ايه عند التعطية الصحية وعند الحق يدخلني معاه والكن من يكان وقف عليا على التعطية الصحية اش كان مراد ولا كان شل اسميه كان شك قرافراني ترفت لا اله الا الله وكان جر وكان عود ورق ويرش وهادى وكان ناس لمشكل من يكان وقف عليه كان وقف راني مرفوضة لا حول ولا قوة الا بالله لا اشنو السباب ما ارش لا اله الله يهدم علينا وشكرا حاجة طيب تلك تتفكر فينا وكترد فينا البال الله يجزك بك يا رب الله يحفظك لله الله يحفظك لله ان شاء الله تعالى النداء ديالكم يلقى أهدان صغية الحمد لله بلادنا فيها العديد من أهل الخير وأهل الفلاح وأهل الصلاح وان شاء الله تعالى الصوت ديالهم يبلغ للجهات المسؤولة لإعادة النظر لأنه وحد المجموعة للمواطنين يرهم متضررين ويتألمون في صمت وربما يلقوا باب الإداعة باش يبلغوا الصوت ديالهم وان شاء الله باب الإداعة يبقى ديما مفتوح والصوت ديال هؤلاء الناس يصلوا إلى القطاعات اللي هي فاعلة في هذا الميدان باش تعود تنظر في هذه الاستراتيجيات وتعود تغير ما يمكن تغيره وإصلاح ما يمكن إصلاحه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم اندعوا لهم بالتوفيق واندعوا لهم بالإصلاح باش إن شاء الله تعالى يزيدوا في الأمام ومن نبهه الله تعالى وعطاه التنبيه رغض يكون صالح في نفسه مصلح لغيره شكرا لك للا فاطمة الله يحفظك ورعاك بنتي وغنمشيو إلى إقليم آخر غنتحولو إلى أين إلى إقليم بوعرفة معنا أيضا للا فاطمة أخرى للا فاطمة سلام عليكم يا بنتي كدير عمي لابس عليك لابسة بنتي بارك الله وفيك الحمد لله عمي بغيتك الدعي معي ودعي مع رجلي يا ربي ودعي مع أخي ودعي مع أخي ومفكره في تحرى فأفكره لا إله إلا الله وبيتك بحايا ودعي مع شيخ متقنية وبيتك بحاش الله لعمره وتحضرنا وهذا الشي اللي بغيت إن شاء الله بنتي فاطمة وبيتك وليدات يا الله يا ربي يا ربي يا رحمان يا رحم شكرا لك حافظك الله ورعاك للا فاطمة وأسأل الله تعالى هو السميع المجيب للا فاطمة هي أحالتنا على واحد الموضوع مهم وحنا كنا نتكلم على هذه الأزمات الأزمة ديال ديال الصحة الأزمة ديال الشغل الأزمة ديال هذه الأزمة كلها ديال تعليم ديال هذا شي كله ره ممكن الإنسان يصل إلى مبتغه بوحدة طريقة من طرق النضال لأن النضال له أشكال وألوان وأنا حكاية مع النضال وأنا طالب بقي في الجامعة عشت حياتي عن النضال كثيرة يا ما نضلت ويا ما رفعت حنجورتي ويا ما كتبت بالقلم في صحف هنا وهناك وأذكر كنا نناضل ولكن لم نكن نحصل على شيء نناضل بأصوات مرتفعة ودائما كان صافر من البيضاء الرباط نقف أمام البرلمان وحد نهار نلتقى نلتقى مع واحد رجل أظنه من الصالحين وأظنه ولي من أولياء الله المباركين إنسان بسيط إنسان بسيط والقانتنا كان نرفع صوتي وكان صوتي قوي قوي بزاف بالدام بالروح نفديك يا كده وكان واحد الكلام قوي ويقول لي لو كان صوتك هذا في ذكر الله حتى تبح لني لتم ورادك لو كان في ذكر الله لني لتم ورادك قال لي هذا الكلام وزد في حاله وهذا الرجل أعزكم الله ركا رجل بسيط كان رجل نظافة يعني كيش طب منذك الناس ينظفوا الطريق لابسك سوادي يلو وجر وجر واحد وعنده واحد المكنسة وسمعنا حقوقي حقوقي دم في عروقي لن أنسها ولو أعدموني قال لي وراء سمعتكم ربعات ساعات أنتم ما كتت تلهجو بهذه الأصوات ويقول لي في ودني لو كان صوتك هذا في ذكر الله لنلت ما نلت سبحان الله العظيم هذه الكلمة رنت في أدني رنت في أدني قويا وفعلا بدنا نعمل بها مشيت الواحد للمسجد سمعتني دا دي الصلاة خليت النقابة وخليت الصراع وخليت كده ومشيت لذلك المنطقة واجنست في الجامع وبكيت كان نذكر الله تعالى وبكيت اليوم وغدا اليوم وغدا اليوم وغدا واحد اللحظة والله وبالله وتالله هنقول الأحباب الكرام كان اللي غد يوافقني في الكلام وكان ربما اللي ما غيرعجبه كلام ولكن أقول ما وقع لما مرت بضعة أيام وأنا في داك المسجد الناس كي يصلي وكي يمشوف حالتهم وانا كان بقى أوراء وراء الصلاة في الذكر والاستغفار والله وجدت بأن الخيرات تتضفق علي من كل جانب جتني الأبواب كلها كانت نقلب على عمل جتني عدد كبير دير فرص الشغل وحدة وراء وحدة وراء وحدة داخل الوطن وخارج أرض الوطن في القطاع العمومي وفي القطاع الخصوصي وفي العلاقة العامة حتى أصبت بالذهول وسعلا وحد صديق ديلي كان معايا قلت ليه نفس الكلام وكان كي تقفية احتوامش معايا كان رفيقي في الكفاح وفعلا بعد مدة دبرها الآن في الشرق الأوسط خدم في الإمارات في وحد المرتبة عالية وعالية جدا جدا ببركة وبقات هكذا مرة الأيام وحد المرة كان ذكر كان وحد صراع نقابي واستضافتني وحد نقابة مركزية وقال ليه وش ممكن جدينا واحد ندوة وكان فعلا واحد صراع معاش ناس وذك الناس قلت نذكر هذا الأذكار من لدي هذا الأذكار لقيت الأزمة حلت والرزق فاضة قبل أن تنعقد ذك الندوة ذك الندوة كان عنده واحد الأسبوع عاد نعقد وكانت لافيتاه وكان كذا وتم استدعاء الجماهير ولكن في ذاك الأسبوع قلت أجلنا رجع لذك الوصية لقال لي ذاك الرجول للقيت أحد البرلمان اللي هو ملش طابق إنسان كذي النظافة وراه كان ولي من أولياء الله مخفي قلت تغير مشير هذه الأزمة هذه الناس عندهم كبيرة مشير ذاك الأسبوع كله وأنا في بيت الله كنذكر الله تعالى بعد أسبوعين حلت المشكلة بدون أي شيء من اللي جاء الموعد ودخلت لنقابة قبل ما نسميها كبيرة هنا في الضهر البيضاء ولقيت الجماهير بالمئات والحناجر مرتفعة وقلت شخص نقول لهم كنت جاي معول باش نقول لهم النضال والكفاح ونلقى بأن المشكلة حلت بدعوات دعوات ربانية حلت المشكلة وربنا فتح أبواب الرزقي وأبواب الكرمي وصالح النفوس وادقذت الأمور وفعلا صرت أؤمن يقينا بأن مصالح الناس ربما أسهل طريق هو أنك تقوم بالدعاء لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى آمرنا بالدعاء ولكن الناس ربما يزهدون فيه أي نعم هناك الكفاح وهناك النضال وهناك حتى الجهاد ربنا عز وجل قال في كتابه العزيز ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير ولا ينصرن الله من ينصره فعلا كي الكفاح وكي النضال وكي حتى الجهاد ولكن أساسا سهل المنال ومضمون النتيجة وهو أن الإنسان يبالغ في الدعاء لأن ربنا عز وجل قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ثم قال لنا بصيغة الجسم أدعوني أستجيب لكم فعلا أدعوني أستجيب لكم وفعلا هذا المنهج ديال الدعاء جربته كثير مع أحبابك كرام في قطاعات مختلفة وكان دوما يأتيك بالنتائج من غير تعب ولا مشقة كان قلبه على الرزق لا الرزق ما تطلق لأوزاة المالية ولا صندوق النق الدولي ولا المنظمات الكبرى الخداعة ما تتكواله الرزق عند الرزاق ذو القوة المتينة وهو القائل في كتابه العزيز وفي السماء رزقكم وما تعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون بغيتي الصحة والعافية رأى الصحة ما كنش عن وزارة الصحة ولكن عند المستشفيات عند الرحمن اللي قال جل جلالوه وإذا ماردت فهو يشفين وإذا ماردت فهو يشفين عندك الخصام بين الزوج والزوجة راه المحاكم والنظام دي لد الصلح ما كعطيت النتيجة ربي قال لنا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكونوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة المودة والرحمة من عند الله بغيتي الأولاد راح توح ما يقدر يعطي الأولاد راح تأطفال الأنابيب يطلعوا غاليين وفيهم لغيسك فيهم الخطر ومع ذلك ربك عز وجل هو الوغاب يهبوا لمن يشاء إناثا ويهبوا لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعلوا من يشاء عقيمة كنت مظلوم وبغيتي شيء وحد ينتصر لك ويدفع لك غتقول ربي إني مستني الضر وأنت أرحم الرحمين ربي إني مغلوب فانتصر هناك ملائكة الرحمن وجنود الحق في الأرض وفي السماء مؤيدين بأمر الله كل شيء عند الحق تعالى كل شيء عند الله تعالى ربي قال لنا ومن كل إلا عندنا خزائنه ومن كل إلا عندنا خزائنه أي حاجة بغيتيها خزائن الرحمن نشاهد أيها الأحباب الكرام في هذا الطريق رها سهلة مهلة ونتائجها مرضية بل إن نتائجها هي يقينية وإذا أعطاك المول أدهشك فأسأل الله سبحانه وتعالى العلي القضير أن يفتح لنا وإياكم أبواب الإيمان وأبواب الصحة وأبواب الرزق وأبواب السعادة وأبواب الهنى وأختنا الله يصلح لك العائلة ويصلح لك الأحباب الله يجمع الشمل ويعطيكم الصحة والعافية والرزق الوفير والخير الكثير والقابول والتيسير وكل ما في القلب والضمير إنه سميع قريب مجيب آمين آمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ونتحول إلى إقليم مع ناسي عبد السمد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك الحمد لله ودي برك الله وفيك يا أما كانت في هذه المكلام مع أمي قريبان شهور عدة ما شاء الله مرحبا أمو لي مرحبا وعامي قريبان كانت فيك الأول كنت بعتمع الأخوات هذه اللي دعست الأخت فدوة من طانجر يا سبحان الله ما سبحان الله ما عجز على كل شي ليلة إلى الله ويا الله يسهل أختي هذه سبحان الله كان عرفها معنا سبحان الله في القناة وأول مرة نعرفها سبحان الله مريضة بهذه المرض الله مشيها يا رب يا ربي وعمي قريبان ترى سبحان الله را كان بغوك لإخوان كاملين كي بغوك عمي قريبان وكيد دعاو معك كاملين وانتمناوك الدعاء عمي قريبان دعا معنا على أخي إخوان بالشيفاء يا ربي يا ربي والتعمي قريبان رأى الأصل ديالك تابت وفرع ديالك سبحان الله في السامة وفي أكلك كل يوم للفقراء والمساكين الله حفظك أخويا ومارك الله وفيك سيد وكما يقال في الحكم ما لدت العيش إلا صحبة الفقراء هم الصلاطين والسادات والأمار عمي قريبان لا إله إلا الله كم سألك دعا معك قريبان شكرا لك سعب السامة شكرا لك والدي الله يصلحك والله يحفظك والله يرعاك فعلا الأخت فدوى من طنجة ربما هي مع المجموعة دي المكفوفين ومعافيه بأنها تعاني من سرطان وهذا السرطان هو مرض خبيت ومكلف ويحتاج إلى أثمنة غالية وباهضة ولا حول ولا قوة إلا بالله كنتمنى إن شاء الله في القريب العاجل الأحباب الكرام يزوروا هذه القناة القناة دي المكفوفين ويتوصلوا مع هالناس اللي هم مستضعفين ويقدموا لهم المساعدة في مكان لأن التداون والتعاون عنده أبعاد كثيرة أي نعم كين أول ما كين هو التضامن ما بين الأفراد الأسرة والعائلة هذاك تضامن داخلي ثم هناك تضامن بين أفراد المجتمع الناس في المجتمع فيما بينهم يتعاونون ويقدم بعضهم لبعضين يد المساعدة ثم هناك التعاون ديل الدولة الدولة اللي ممثلة في الوزارة المكلفة بالأسرة وبالتضامن يعني كتدر واحد سياسة اللي الغاية منها هي نشر المساعدة والتمكين للفئات المعوزة والمهمشة وحنا تابعنا هدل اليومين كان برنامج ما يسمى برنامج أوراش برنامج أوراش اللي هو انعقد في العديد من الجماعات والأقالين وتبنته الحكومة وكان الوزير المكلف بالعلاقات مع الجمعيات والمجتمع المدني كان يصهر بنفسه وكان يفتح حوار مع جمعيات المجتمع المدني وهم بالمئات أو بالألف كيدر معهم الحوار وكانتظروا إن شاء الله هدل المبادرة دي الأوراش اللي كتبنها الدولة الآن وكيقودها الوزير المكلف بالعلاقة مع المجتمع المدني وكيتحاور مع المئات بل الألاف من الجمعيات اللي هي نشطة في كل القطاعات سواء في القطاع دي الناس اللي هما يحتاجوا إلى العلاج والدواء أو الناس اللي هما مكلفين بجمالية البيئة والتشجير وتبيض الجدران أو الناس اللي مكلفين بمحاربة بعض الأفات على المجتمع بحل محاربة المخدرات أو مكافحة داء السكري أو الناس اللي عندهم محاربة الهشاشة وحد العدد الجمعي أنا حضر سبق لي حضرت بالأمس مع واحد المجموعة انعقدت هنا بالدار البيضاء ووجدت المئات بل المئات من الفعالية الجمعوية والفنية أيضا وكلهم غايتهم هو الواحدة الرافعة للتنمية تكون غايتها الإصلاح وتقديم المساعدة والمشاركة في جمالية المدينة وتقديم المساعدة للفئات المعوزة وخلق وحد النوع من التضامن والتكافل داخل جميع الكطاعات هذه مبادرات حسنة كنت خلينا كنفرحو كنسعدو وكنتمنو إن شاء الله تكون تؤتي أكلها تؤتي أكلها وإحنا إن شاء الله داخل البرنامج بغيناكم أيها الأحبة الكرام نواكب نواكب هذه المبادرات ونرى إلى أين وصلت ونعمل على تشجيعها ونعمل على تشجيع أي مبادرة الخير لأنك يقول لك عوضة أن تلعن الضلام ألف مرة أو قد شمع سهل جدا أن الإنسان يلعن الضلام ويقول بأن المجتمع مظلم وأن الحياة كلها تعب ومشقة وأن لا خير لجهة معينة ولكن مع كل هذا نقول بالعكس ربنا سبحانه وتعالى خالق أهل الخير في كل مكان وإن شاء الله تعالى نتعاونوا جميع في هذا البرنامج عدنا يوميا عدنا يوم التلتاء يوم الأربعاء يوم الخميس ويوم الجمعة دائما في المساء اللقاء مستمر غنقوا دائما مع القرآن الكريم أولا لهو دستورنا الأعلى نتدبره ونربط آياته بقضايانا النفسية والاجتماعية وبما هو حولنا من قضايا الصراع لأن القرآن الكريم عنده مجموعة مقاصد من بين مقاصده هو أن يبيننا الصراع الذي كين بين الإيمان والكفر بين الحق والباطل بين الخير والشر القرآن الكريم في هذا الخط خط واضح وبين الصراع وهذا الصراع كيكون دي من نتيجة دياله لأهل الخير لأهل الإيمان لأهل الفلاح هكذا ربنا عز وجل غير اليوم القصة الكلام لتلينا بمسوط القلم وغنكملوا غدا غتبنا النتيجة النتيجة هي أن أن أهل الخير دائما معهم العناية الإلهية أهل أهل الصلاح أهل الفلاح أهل الإيمان عندهم العناية والرعاية الربانية لا خوف عليهم ولهم يحزنهم وإحنا أيها الأحباب الكرام في نهاية كل حلقة غنستعملوا السلاح الذي لا يهزم وهو السلاح الدعاء الذي أمر نبيه الحق سبحانه وتعالى ندعو الله تعالى بالخيرات في أنفسنا وفي أسرنا وفي مجتمعنا وفي أوطاننا وفي أمتنا الإسلامية جمعا ندعو دعاء الخير وربك سبحانه وتعالى يقضي الحوائج وعنا على يقين بأن الخير سوف يعم علينا ببركة الدعاء وقد جربناه وفاض الخير وفاضت البركة حتى أدهشنا المولى جل جلاله إنه سميع قريب مجيب ونبقى أيها الأحباب الكرام مع هذا الفاصل القصير ثم نرفع جميعا أكفة ضراعة إلى البار عز وجل بالدعاء الصالح إنه سميع قريب مجيب اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا الله يا الله يا الله يا من هو في الأرض إله وفي السماء إله يا من له عنت الوجوه ودلت لعظمته الجباه يا من يجيب المضطر إذا دعاه يا من يسمع العبد إذا نجاه يا من إذا أرد شيئا قال له كن فيكون اللهم يا رب العالمين أكرمنا بالتوفيق والسداد والنجاح أكرمنا بالصحة والعافية والشفاء أكرمنا اللهم بالستر في الدنيا والآخرة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا سامع كل شكوى ويا كاشف الضر والبلوى تفضل علينا بعظيم نعمك وعافنا يا إلهنا في صحتنا وأبداننا اللهم يا رب العالمين نسألك بحق لا إله إلا الله ونسألك بحق آية الشفاء في كتابك العزيز يا من قلت وقولك الحق وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ويشف صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس وإذا مردت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين نسألك اللهم أنت شافينا من كل داء وسقم اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أنت طبيبون وأنت معالجون وأنت راقينا نسألك اللهم من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفينا أجمعين اللهم مدنا بالصحة والعافية اللهم شفنا من كل داء وسقم ليس بعده ألم اللهم لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك إنك على كل شيء قدير اللهم اكفنا بركنك الذي لا يرام واحرسنا بعينك التي لا تنام واحفظنا بعزك الذي لا يضام واكلأنا في الليل وفي النهار وارحمنا بقدرتك علينا أجمعين أنت يا ربنا أنت خالقنا وأنت ثقتنا وأنت رجاؤنا يا كاشف الهم يا مفرج الكرب يا مجيب دعوة المدطرين ألبسنا جميعا لباس الصحة والعافية ألبسنا ثوب الصحة والعافية إنك سميع قريب مجيب الدعاء اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا من على العرش استوى يا الله يا الله يا من خلق فسوى يا الله يا الله يا من قدر فهدى يا الله يا الله يا من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى يا الله يا الله يا من أضحك وأبكى يا الله يا الله يا من أمات وأحيا يا الله يا الله يا من أسعد وأشقى يا الله يا الله يا من أعطى ومنع يا الله يا الله يا من رفع ووضع يا الله يا الله نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة أن تفتح لنا أبواب التيسير اللهم افتح لنا أبواب التيسير اللهم افتح لنا أبواب الرزق الحلال أنت الرزاق ذو القوة المتين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير اللهم ياد الجلال والإكرام يسلنا الأمور وارزقنا الرزق الحلال المبارك بحق قولك اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا رزاق السائلين ويا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين ويا خير الناصرين ويا ولي المؤمنين ويا غيات المستغيثين نسألك اللهم أن ترزقنا رزقا حسنا رزقا طيبة رزقا كريمة اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك اللهم وسع لنا في أرزاقنا اللهم بارك لنا فيها وقنعنا بما أعطيتنا اللهم قنعنا بما أعطيتنا اللهم قنعنا بما أعطيتنا اللهم يا ربنا إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان رزقنا تحت الأرض فأخرجه وإن كان رزقنا بعيدا فقربه وإن كان رزقنا قريبا فمكننا منه وإن كان رزقنا قليلا فكثره وإن كان رزقنا كثيرا فبارك لنا فيه يا أرحم الراحمين اللهم بباركة قولك اللهم مالك الملك توتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إن ندعوك يا ربه أن تكشف عنا الهموم وأن تزيل عنا الغموم يا رب ليس لنا إله آخر ندعوه ولا رب سواك نرجوه ولا خالق نخشاه أنت سبحانك يا كريم علم السر والنجوة كاشف الضر والبلوة يا عالم السر والنجوة يا كاشف الضر والبلوة يا رب كل من عنده حاجة عندك في هذه الساعة المباركة في ضامره ونفسه أنت أعلم بها اللهم عجل لنا ولهم بالفرج اللهم اصلح بين الأزواج والزوجات واصلح بين الأولاد والبنات واصلح بين الإخوة والأخوات اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا وسخر لنا الحياة الطيبة الكريمة وارزقنا حظ الدنيا ونعيم الآخرة ويسر لنا كل أمر عسير وتبت رجاءنا بك وحدك لا شريك لك اللهم احفظ بلدنا المغرب واجعله بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلد المسلمين اللهم وفق سلطاننا وولي أمرنا ووفق يا ربي كل المسؤولين في هذا البلد الأمين لبدل المجهود المضاعف لإصلاح وضعنا يا ربي الاجتماعي والاقتصادي اللهم يا ربي وفق الجميع للمزيد من العطاء والمزيد من الخير والمزيد من البركة للجميع اللهم يا ربي أغتنا بأمطار الخير اللهم اصقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم اصقنا الغيت ولا تجعلنا من القانطين ونسألك يا ربنا يا خالقنا يا ذا الجلال والإكرام يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت نسألك اللهم أن تحفظ الأمة الإسلامية جمعة اللهم احفظ أمتنا الإسلامية جمعة اللهم يا رب انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم ارفع راية الإسلام في كل مكان اللهم انصرهم نصرا مؤزرا وكلهم وليا ونصرا إنك سميع قريب مجيب الدعاء اللهم اجمع شمل أمة سيدنا محمد اللهم ارفع راية أمة سيدنا محمد اللهم قوي أمة سيدنا محمد اللهم أعد أمتنا إلى سالف عزها وإلى سابق مجدها يا من قلت وقولك الحق كنتم خير أمة أخرجت للناس كنتم خير أمة أخرجت للناس احفظنا يا مولانا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدة إنك سميع قريب مجيب الدعاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة